تجربة قوية جداً لمنتخب مصر وده الأهم مع السنغال اللي هنقابلها في التصفيات والماتشين اللي راح جاي ودولة طبعاً مباراة طبعاً مهمة جداً لتقيلة أهمية عن بطولة إفريقيا اللي انت بمجاب المبارتين دولة هتطلع كاس عالم اللي هي البطولة الأكبر الحمد لله إنك وصلت وشرفت مصر من خلال الأداء ومن خلال النتائج مع فرق قوية يمكن إحنا السنغال ما كانش مشوارها صعب زي ما مشوار منتخب مصر منتخب مصر قابل فرق قوية جداً جداً وفرق مرشحة كلها مرشحة وبعدين عشان الناس برضو تاخد الأمور يعني بهدوء شوية اتفرجوا على الفرق اللي هي كانت مرشحة للبطولة زي الجزائر وزي تونس خرجت من الأدوار ما وصلتش لنهائي ولا قبل نهائي ولا قبل نهائي فدي تتحسب برضو المنتخب مصر ان شاء الله نبص دايماً لللي جاي بشكر طبعاً لعيبة كلها وبشكر الجهاز الفني ومن قبل دول كلهم طبعاً جمهور مصر اللي انصهر بقى مفيش أهلي زمالك أندية تانية وشجع مصر بكل حماس لغاية آخر دي الناس اللي راحت النهاردة عشر طيارات راحت الكاميرون تؤذر الناس بنقول لهم هارد لك وان شاء الله بإذن الله يعني الأمل كبير في المنتخب ده في الفترات اللي جاية